منذ وصول أكثر حكومة يمينية متطرفة إلى الحكم قبل شهرين تتناسل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تقابلها عمليات مقاومة معاكسة رغم مساعد تهديئة إقليميا ودوليا آخرها اجتماع العقب الخماسي يوم أمس بين الدبلوماسية والانتقاد والرفض التام كيف قارب كل طرف هذا اللقاء الذي عقد على عجل بطلب أمريكي الإجابة في هذا التقرير أجج الاحتلال الحرائق المشتعلة في مدن الضفة الغربية خصوصا نابلس بعد سويعات على انتهاء اجتماع العقبة الأمني السياسي مساء الأحد وسط تضارب في المواقف وتراشق في التصريحات الصادرة عن طرفي النزاع بخلاف البيان الختامي المشترك الذي حمل لغة دبلوماسية تستهدف وقف التصعيد ما إن غادرت الأطراف الخمسة مدينة العقبة الساحلية حتى عصفت تصريحات ممثلي حكومة الاحتلال بتوصيات الاجتماع وتنفي أي تغيير في سياسة تل أبيب أعقب ذلك إعلان من يدعى برئيس مجلس أمنها القومي حول رفض تجميد البناء في المستوطنات واليوم اقتحم وزير الأمن الداخلي للاحتلال إتمار بن كفير بلدة بيتا جنوبي نابلس تصرف وصفته السلطة الفلسطينية بأنه انقلاب على تفاهمات العقبة واستخفاف بالجهود الأمريكية والإقليمية لتحقيق التهدئة وكانت فصائل فلسطينية استبقت اجتماع العقبة باستنكار مشاركة السلطة فيه وعدت ذلك طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة أردنيا أفضل لقاء التزامات مهمة ستؤدي إن طبقت إلى خفض التصعيد والتقدم نحو انخراط سياسي أشمل كما يؤسس لعملية سياسية باجتماع ثاني في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل بمشاركة اللاعبين الخمسة بخلاف أمريكا والسلطة الفلسطينية اكتفت مصر أول بلد يبرم معاهدة السلام مع الاحتلال عام 1979 بمحتوى البيان المشترك ولم تصدر تصريحات لاحقة أمريكا رحبت في بيان اليوم بالتزام الإسرائيليين والفلسطينيين بتفادي أي أعمال عنف جديدة ورأت في الاجتماع نقطة انطلاق سيكون تنفيذها حاسما كما شكرت دور الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضمان شروط نجاح الاجتماع